اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او ارقام الساعة تتوقف العقارب على رقم تسعة هذه علامة ايجابية على انه قد وان قد وان ايه قد حان وقت الانتهاء من بعض الامور على يعني وجه السرعة حان الانتهاء يعني كأن هناك امر انت تاركه كلام للرجال والنساء لما تشوف الساعة تسعة اعرف ان الامر انت تركه ده لازم تاخد فيه قرار ما تسيبوش كده واحيانا رؤية عقارب الساعة على الساعة التاسعة هذه الرؤية تدل على ان هناك تغيير جزري في مصار حياتك كلام بصفة عامة لكل الناس رقم تسعة لما تقف عليه عقارب الساعة بتدل على احيانا على ان عندك مشكلة صحية وينبغي ان تذهب الى الدكتور فورا انتم لحظين رقم تسعة هو يعني بيدل على رؤى تحذيرية بس رؤى تحذيرية في طياتها الخير بمعنى ايه بيقول لك خلي بالك من ده وخلي بالك من دي وخلي بالك من صحيتك وخلي بالك من الموضوع انتم فاهمين وكأن الانسان ممكن يكون في غفلة فينتبه وطبعا ده بيعود عليه بالخير الامام النابولسي طبعا اللي ذكرته ده كلام من الامام ابن سري الامام النابولسي بقول ايه بقى بيقول ان رقم تسعة كلام جميل قوي بعد صلاة استخارة هل هو رمز للقبول ولا للرفض ايا كانت الاستخارة لموضوع ايه الناس بتستخير علشان فيه واحد عاوز يروح يتقدم لبنت او ان بنت جالها خطيب وخلي بالك من النقطة دي لان انا بعاني لما باجعمل بس بعاني من الفتيات العزبوات اتقول لك انا صليت استخارة علشان نشوف حبيبي هيجيلي ولا مش هيجيلي احنا هنهار رجع ده اسمه تهريك ولاعب بالدين سيادتك هو اللي يصلي قبل ما يجيلك لان ده امر مقدم عليه انت سيادتك ما تصليش الا بعد ما يدخل البيت ويطلب ايدك من ابوك هنا تبدأت صلي فهنا الامام النبوسي بيقول رقم تسعة بعد صلاة الاستخارة ايا كان الموضوع اللي انت بتستخير فهل هذا الرقم يدل على القبول ولا الرفض القبول لاسيما في موضوع الخطوبة بالذات ودي من الاشياء اللي مفترض تستعين بها البنت العزباء او الولد الاعزب انه يركز هل شاف رقم تسعة ولا لا انتظرونا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته